السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آي واصحابيه اجمعين هنعمل مع بعض القسطر بالجلي تحليه حلوة اوي وخصوصا في الصيف اللي احنا في دلوقتي نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونجيب حلة كده ونحطه على النار وهنبتدي نعمل اول حاجة الجلي بتاعنا لان لسه هندخله التلاجة لما يمسك وبعد كده نبقى نعمل القسطر تمام؟ انا عندي بكوين جلي هحتاج لهم كبايتين من المية ده معيار كباية هحط كبايتين طبعا الجلي زي ما احنا عارفينه زي ما هو مكتوب على العلبة آآ الله ما صلى على سيدنا محمد باكل جلي ليه كباية مية آآ هتحطها في الاول والدهو بيه فيها لما تغلي تمام؟ وبعد كده تحط كباية مية سعية يبا احنا نحطه آآ اربع كبيات مية على البكوين الجليب كبايتين الاول وبعد كده كبايتين بعد آآ مية تغلي تمام؟ فانا بحب احط شوية سكر كده على الجلي الله ما صلى على سيدنا محمد بحب احط انا سكر على الجلي آآ بحبوش انا كده ان هو يكون عادب كده لأ بحبه مسكر شوية فكرة سكر التموين الواحد بلاقي في حاجات كده يعني لقيت في حاجة صمرة كده شلتها كمام؟ فانا ها اول مع كبايتنا المية غليو حطيت السكر ودوبته وبعد كده نزلت ببكوين الجلي وطفيت على طول النار وهبتدي اللي انا ادوبه كويس قوي وطبعا هكون محضرة جنبي المية الساعة المية اللي من الحنفية احطها عليه على طول اول ما يدوب بالجلي كده والسكر في المية هبتدي انزل بالمية الساعة ادي كباية وادي كمان كباية بحنا حطينا كبايتين في الاول وكبايتين دلوقتي وبحب كمان ازود ايه نص كباية مية كده زيادة تمام؟ مش عايز اتزود النص الكباية الزيادة دي ما تزوديش عشان ما يفكش منك الجلي خليهم اه اربح كباية مية يبقى كده المقدار حلو او لو هتعمل يبقى كون جيلي جبت بقى الكاسات اللي هحط فيها وايه حاولت يعني ان انا خلوهم يميلين كده باي طريقة يعني انا جبت السبت المشايفينه ده وحطيت كده حاجز كده في النص وميلت الكاسات على الجنبين كده تمام؟ عشان انا عايز ايه اللهم صلى سيدنا محمد نص الكاسة جيلي والنص التاني يبقى قاستر وابتدي بقى اللي انا اعب الجيلي اللي انا عملته لو غاية كده تمام هبتدي اعب كل الكاسات تخلص كل الكمية انا هعمل شوية كده يعني نص ونص وشوية ايه برضو نص ونص بس مش من جنبي يعني نص مش هميلهم اخلوهم كده يوقفين تمام؟ بص اي شكل بقى انت حباء عمليه اه طبعا لما بتشكل كده في الحاجة اه اولادك بينباهروا كده ويحبوها بجد يعني لو مش هيكلوها هيكلوه طبعا انت طبعا هعملك اسطر بلبن وكده اه اه لما تشكل بقى بطريقة حلوة اه طبعا العين بتاكل قبل البقى زي ما بيقولوا الاولاد هيحبوها هيكلوه كفايا هم هيكلوه في لبن تمام؟ والجلي ده طبعا كل الاولاد بتحبوا محدش بيختلف عليهم علشان كده بقول شكلي تمام؟ هجيب بقى انا اعمل القسطر طبعا انا حاطته في التلاجة قاعد كم ساعة كده لما مسك هبتدي بقى اللي انا اجيب القسطر واحط على كل كباية اه الله ما اصلاح سيدنا محمد ده هجيب اللبن على كل كباية لبن هحط معلاءة كبيرة من السكر تمام؟ بمقداري كل كباية لبن معلاءة كبيرة من السكر آآ وبجيب شوية مية كده ادود فيهم القسطر الاول قبل ما حطه انا بحط برضو على كل كباية لبن معلاءة كبيرة من القسطر ولو مش عايزة تعملي بقسطر وعايزة تعملي بنشا آآ مهلبية تمام برضو ما فيش اي مشكلة خالص اعمليه لاما بالقسطر ياما بالنشا المتوفر عندك اعملي بيه ما تقافش على حاجة معينة شوية المية حوالي خمس معلق كده حطيت عليهم القسطر تمام ودوبته كويس قوي وابتدي اللي انا انزل بيع اللبن واقلب كده بالمضرب آآ السلك مضرب اليدوي هفضل اقلب لغاية لما اللبن يغلي معايا ويتبتدي آآ آآ يبتدي بقى الخليط يدقل معايا كده خلاص بعد ما الخليط بتاعي تقل شلته مل على النار وجبت بقى الجيل اللي انا عامله طبعا قاعد كده حوالي آآ خمسة ساعات او الليلة كاملة تعملين بالليلة وتصبح تعملي القسطر عليه تمام زي ما انتم شايفين فيه الجنب وجنب فيه اللي طبقة تحت وهحط طبقة فوق وهبتدي بقى اللي انا انزل بالقسطر اللي انا عملته بس نصيحة بقى مني ان انت ما تحطيش القسطر وهو سخن زي ما انا عملت لو حططيه هو سخن هيبتدي اي سيح معاك الجيلي آآ الله ما اصلاح صلى الله محمد هو سيح الجيلي شوية ففي شوية من الجيلي دخلوا كده في القسطر بجده كان ميدي ميكس جميل يعني كان برضو منظر جمالي حل آآ تمام فانت مش حابة عايزة دي الواحد ودي الواحد ما يختلطوش ببعض خالص فانت هي خلي القسطر بتاعك او المهلبية اللي هتعملها تبرد شوية قبل ما تحطيها على الجيلي انا قلت برضو الفت انتباهكم والحاجة دي لو حابة تحطيه ايدي ميكس كده زي ما انت شايفة قدامك اعمليه لو حابة ان ما تختلطش خالص القسطر او المهلبية بتاحتك بالجيلي آآ خطي القسطر بتاعك او المهلبية بتاحتك تكون بردة ما تكونش ايه يعني تكون دافية شوية ما تكونش سحن قوي زي ما انا عمل يا رب الوصفة بقى تعجبكو وانا قلتلكو على كل حاجة ما خبتش عليكو اي حاجة ودايما متعودين مع بعض على المصداقية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته